مستقبل كسيح وطن معطوب وعلى هذا الجسد حفرت الحرب عميقا لجرح سيبقى حتى بعد أن تأفل شمسها الكئيبة ويزول صانعها ألاف الجرحة خلفتهم حرب الميليشيا وراءها ولا يزالون يتكاثرون على مساحة واسعة من خارطة الوطن فيما لا أمل بأن تتوقف الميليشيا عن حربها قريبا أو تلتفت السلطة الشرعية لجراحها أولى في موريس مجموعة القرى النائية وسط اليمن في كل بيت جريمة في انخطأت قذائف الموت التي ترسلها كتائب الميليشيا من حدود دمت ولم تقتل أحد فهي لا تذهب دون ماضحية مخلفة وراءها جريحا أو فجيعة معاناة الحرب هنا مضاعفة فمنذ أشهر تقاتل موريس وحيدة إلا من إرادتها محاصرة من جميع الجهات عدا جهة السماء لا دعم عسكري ولا إغاثة فيما الجرحا مهملون تتقطع بهم الطرقات قبل الوصول إلى عدن عاصمة الشرعية ومقر مؤسساتها المفترضة وإن وصلتهم الطريق إلى عدن التي أصبحت بعيدة كما لم تكن من قبل فهناك يبدأ فصل جديد من المعاناة حيث لا أحد يهتم لأمرهم ولا يداري أوجاعهم أجساد وشمتها الحرب بالعجز وهي التي لم تكن يوما كذلك غير أن هذه الجراح فضحت عجزا آخر إنه عجز الضمير الذي يصم سلوك السلطة التي يحارب هؤلاء تحت لوائها وهي لا تكاد تعرف شيئا عن هذه الجبهة هذه تلقتي هنا أتلقى وهنا أتلقى وهذا مكان عملية جبهة موريس بشكل عام أعتبر أننا من جميع الجهات محاصرون صحيح أن نفتح لنا نعالج في عدن لكن الوضع الجرحة غير منظم للأسف الشريط لا يوجد تعاون معنا بدور الحكومة لا يوجد ودور التحالف لا يوجد منذ أشهر ترتفع الأصوات من موريس طلبا للدعم والمساندة في مواجهة ميليشيا تستميت في محاولة الوصول لما وراء موريس ولكن لا يرد أحد وعندما قصرت الأمال على مجرد العلاج لجراح هؤلاء كان رجع الصدا يردد مرتين لا أحد لا أحد